بسم الله الرحمن الرحيم عنده أمر واحد ألا وهو قراءة القرآن فرقات الخرافة والدجل يوجهون المريض إلى ترديد كلام يخترعونه من عندهم وذلك الكلام إما أنه شرك وإما أنه وسيلة إلى الشرك وإما أنه استعانة واستغاثة ونداء للشيطان كما رأيتم عند الراق المخرف ربيع نعيم لما ينادي الشيطان الجني يا ثعبان يا ثعبان يا ثعبان وعند الراق المخرف حامل المسك والغريب الموسري عندما يرددون كلام لا أصلاً له لا في الكتاب ولا في السنة ولا أصلاً ذلك الكتاب يكون معقول يرددون مثلاً ثعبان في العورات ثعبان في الدبر ثعبان في البطن ثعبان في القلب ثعبان في الرأس وهذا تكهن حقيقي فقلت الذي يريد أن يعالج نفسه من السحر أو يحصن نفسه من السحر أو يطرد شيطانه أو يحصن نفسه من الشيطان عنده باب واحد وهو قراءة القرآن والأذكار فرقات الخرافة يوجهون إلى جهة والله سبحانه وتعالى يوجهكم إلى جهة أخرى وإن نزغك نزغ من الشيطان فاستعد بالله الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوجهونكم إلى الاستعاذة وإلى البسملة وإلى قراءة المعودتين وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مصطورا فأيها المسحور أيها الممسوس إذا قرأت القرآن جعلت على نفسك وعلى جسدك وعلى روحك ستار وحجاب ذلك الحجاب في حد ذاته مصطور فالإنسان الذي يستر به أيضا يصبح مصطور وقد ذكرنا وفصلنا هذا الكلام في درس مستقل وبينا كيف الإنسان يستطر بهذا الحجاب بيناه بالأذلة الشرعية فإذا كان الشيطان الجني خارج الجسد ويريد أن يؤذيك فتقرأ القرآن بإخلاص وبيقين وبإذعان ماذا يحدث؟ يقع لك حجاب مصطور فلا يستطيع ذاك الشيطان الذي يريد أن يفعل لك السحر أو يريد أن يلحق بك الأذى لا يصل إليك يمنعه هذا الساتر يمنعه هذا الحجاب المذكور في صورة الإسراء أيضا الشيطان الجني إذا كان بداخلك وقرأت القرآن جعلت ماذا؟ جعلت حجابا مصطورا حولك هذا من جهة ومن جهة أخرى يصبح هناك نور هذا النور هو الذي يقضي على هذا الشيطان اللعين والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ صورة البقرة أو من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة لا يزال عليه نورا أو من قرأ صورة الكهف يوم الجمعة كما أنزلت لا يزال عليه نورا إلى الجمعة القابلة وذكرنا لكم كم من حديث أن قراءة القرآن تجعل مع الإنسان وتجعل في جسد الإنسان وتجعل ما حول الإنسان نور كما في ذلك الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن أهل السماء أو البيوت التي يقرأ فيها القرآن تتراء لأهل السماء كما يتراء أو تتراء النجوم لأهل الأرض أي بمعنى البيوت التي يقرأ فيها القرآن الكريم يخرج منها نور فذلك النور تراه الملائكة عليهم الصلاة والسلام في السماء فالبيوت التي يقرأ فيها القرآن فيها نور والبيوت التي لا يقرأ فيها القرآن فيها ظلمة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت فالإنسان عندما يكثر من الأذكار تكون فيه حياة يكون فيه نور ذاك الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل الذي يقوم الليل إذا قام إلى الصلاة دنى منه ملك حتى يضع فمه على فمه لكي يخرج نور القرآن ويدخل في جوف الملك فإذن القرآن نور القرآن نور وهذا النور هو الذي يسحق والذي يدفع والذي يقضي على الشيطان اللعين قال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس فصورة الإخلاص وصورة الناس وصورة الفلق هذه الصور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند نومه بل يقرأ في كفليه وينفذ ثم يمسح به ما ما استطاع من جسده هذا أكيد لذاك النور أكيد لذلك النور فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجعل ساترا ويجعل نورا على جسده فلا يخترقه أي شيطان كان فأنت إذا أردت أن تتحصل من الشيطان وتخاف من الشيطان أن يصيبك بأذى أو يصيبك بسحر أو يصيبك بتخبط أو سرع اقرأ القرآن اقرأ القرآن صباحا مساء ليلة النهار اقرأ القرآن في كل وقت وحين في كل مكان وزمان اقرأ القرآن بإخلاص وإذعان وابتعد عن تلك الرقى الجاهلية ابتعد عن تلك الرقى التي يوجهك إليها رقات الخرافة والدجل مثل حامل المسك والغريب الموصلي وأبو همام الليبي وربيع نعيم وغيرهم كثير وكثير من رقات الخرافة والدجل الذين يبعدون الناس عن النور وعن السافر وعن الحجاب الذي يظهر مع قراءة القرآن اقرأ القرآن يا مريض اقرأ القرآن يا موسوس اقرأ القرآن يا مسعور اقرأ القرآن يا ممسوس اقرأ القرآن يا مريض القرآن هو الشفاء فمن لم يشفيه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفيه القرآن فلا كفاه الله فأنت إذا أردت أن تتحصن من الشيطان الرجيم ومن فعل الساحر اللعين ومن السحر أكثر من قراءة القرآن فالقرآن ساتر وحجاب ونور وحصن حصين فإذا قرأت القرآن سترك الله به سبحانه وتعالى من كل الشرور فحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ صورة من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه حافظا حتى يصبح فآية الكرسي قرآن وهي تحفظ صاحبها وتجعل له ساتر وتجعل له حجاب من الشيطان الرجيم فأكثر من قراءة القرآن باعتقاد جازم وإدعان وتدبر وتفكر وإخلاص وبإذن الله سبحانه وتعالى ستزيدون النتيجة وتظهر لكم النتيجة للعيان لأن القرآن شفاء كما قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما رقاة الخرافة والدجل فهم يريدون أن يبعدوكم عن هذا الحجاب وعن هذا الساتر وعن هذا الحصن الحصين الذي وجه إليه حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال يحيى ابن زكريا عليهم الصلاة والسلام كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقرآن حصن حصين والطهارة والوضوء حصن حصين والأذكار حصن حصين فالذي يريد أن يتحسن ويريد أن يعالج نفسه من جميع الأمراض عليه أن يكثر من قراءة القرآن والأذكار والأدعية ويبتعد على رقى الجاهلية رقى الخزعبلات والبدع والضللات التي تزيد الشيطان الرجيم تمسكا وتحكما وتسلطا في المسعور أكثر وأكثر 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 للأسف الشديد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته